دعاؤه عليه السلام إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا اللهم يا كافي الفرد الضعيف فواقي الأمر المخوف أفردتني الخطايا فلا صاحب معي وضعفت عن غضبك فلا مؤيدا لي وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكنا لروعتي ومن يؤمنني منك وأنت خفتني ومن يصاعدني وأنت أفردتني ومن يقويني وأنت أضعفتني لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب ولا يعين إلا طالب على مطلوب وبيدك يا إلهي جميع ذلك السبب وإليك المفر والمهرب فصل على محمد وآله وأجر هربي وأنجح مطلبي اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم أو حضرت علي رزقك أو قطعت عني سببك لم أجد السبيل إلى شيء من أملي غيرك ولم أقدر على ما عندك بمعونة سواك فأني عبدك وفي قبضتك لا أصيتي بيدك لا أمر لي مع أمرك ماض في حكمك عدل في قضاءك ولا قوتاني على الخروج من سلطانك ولا أستطيع مجاوزة قدرتك ولا أستميل هواك ولا أبلغ رضاك ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وبقضل رحمتك إلهي أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بك أشهد بذلك على نفسي وأعترف بضعفي قوتي وقلة حيلتي فأنجز لي ما وعدتني وتمم لي ما آتيتني فأني عبدك المسكين المستكين والضعيف الضنير الذليل الحقير المهين الفقير الخائف المستجير اللهم صل على محمد وعاله ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء أو جدة أو لأواء أو فقر أو غناء اللهم صل على محمد وعاله واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدني فيما تقبله مني وأشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتى لا أحب شيئا من سخطك ولا أسخط شيئا من رضاك اللهم صل على محمد وعاله وفرغ قلبي لمحبتك وأشغله بذكرك وانعشه بخوفك وبالوجل منك وقوه بالرغبة إليك وأمله إلى طاعتك وأجري به في حب السبل إليك وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها واجعل تقواك من الدنيا زادي وإلى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخني واجعل في جنتك مثواي وهب لي قوة احتمل بها جميع مرضاتك واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك وألبس قلب الوحشة من شرار خلقك وهب لي الأنسى بك وبأوليائك وأهل طاعتك ولا تجعل فاجر ولا كافر علي منه ولا له عندي يدا ولا بي إليهم حاجة بل اجعل سكون قلبي وأنسى نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك اللهم صل على محمد واله واجعلني لهم قرينا واجعلني لهم نصيرا وامن علي بشوق إليك وبالعمل لك بما تحب وترضى إنك على كل شي قدير وذلك عليك يسير